عندنا لبنان، السودان، الجزائر على الترتيب 4 سبت 3 اللي جايين عايزة أقف شوية معاك مع المؤتمر الصحفي اللي عمله كارلوس كيروش النهاردة واتكلم فيه على مشاركة المنتخب الوطني في البطولة قريت التصريحات شفت التصريحات شايف كلام الراجل يعني قريت كلام الراجل النهاردة في المؤتمر ازاي؟ شوف كان فيه انتقادات كتيرة للفترة اللي فاتت زي ما شفنا المسلميني وحنا هنيجي بعد كده المسلميني والانتقادات اللي اتعرض لها الفترات اللي فاتت رغم انه بيحقق الانجازات يعني بيحقق المطلوب وزيادة كمان هل تتكلم على كيروش؟ هل تتكلم على الاتنين في نفس الاتجام وانت برضو كيروش بيحقق المطلوب الفترة اللي فاتت رغم انه لسه بيكتشف الكرة مصرية أول مرة يعني يكون تولى الإدارة الفنية لمنتخب مصر وعتقد في الشرق الأوسط بشكل عام ما اشتغلش قبل كده وبالتالي انت حد لسه بيكتشف الكرة الأفريقية وبيشوف ملامح الكرة المصرية لأنها مختلفة احنا قلنا دايما أن طبيعة اللعب المصري مختلفة دايما عن كل لعبي العالم بشكل خاص يعني وبالتالي انت لسه بتكتشف وبتحقق ما هو مطلوب يعني الرجل وصل لنهاية أمم أفريقيا إن شاء الله يعني فيه مباراتين إن شاء الله زهاب وآياب للوصول لكاس العالم إن شاء الله الفترة اللي جاية كاس العرب هو بيشوف أكبر عدد من اللاعبين صحيح إنه في بعض الأوقات انت محتاج لعبين بعينهم يعني اتكلمنا مثلا عن محمد شريف وعن أفشف في استبعادهم ليهم في المعسكر من المعسكرات وإن هم من أفضل اللاعبين في الجوالات اللي فاتت كلها على مستوى الدوري وعلى مستوى أفريقيا مع النادي العلي وبالتالي كان استبعادهم الحياة كان مسير للغضب يعني ومن بعدها في بعض الأسماء هو دائمًا اختياراته مسيرة لحالة جدد بسر حتى بعض الأسماء يعني بس أنا للرجل كل الحرية في إنه يختار وإنه يتحمل مسؤولية اختياره ده لكن أنا بتكلم على العقلية يعني افترض طبعا كارلوس كيروش واحد من أسماء مشان اللي هقول الرجل يعني آه رجل شغل ريال مادريد اشتهى للمشيستر ناتد ميسك بورتغال ووصل مع منتخبات كثيرة منها إيران منها جنوب أفريقيا كاس عالم يعني رجل سيفي محترم لكن هل تعتقد مثلا أنه أنت كنت بتقول على مستر موسيماني هل ممكن مستر موسيماني يقول لعيبته لفريق نادي الأهلي أنا هدفي أن أنا فوز ببطولة كاس العالم وما تفرقش عندي بطول كاس عالم قندية ومش فرق معي مثلا دوري أو مش فرق معي دوري أبطال أفريقيا يعني هل دي رسالة ممكن يوصلها ومدير فني اللي عيب بيلعب معي في منتخب أو في نادي مفترض أنه على طول رايح ينافس لا طبعا طبيعي أنه يعني حال الفرقة الكبيرة زناد الأهلي أنت بتنافس على كل البطولات ومنتخب مصر فريق كبير وردو يا كابتن عشر ومنتخب مصر أنت بتكلم في أنه يعني أمم أفريقيا أنت الأكثر حصولا عليها وكاس العالم يعني من المفترض أن مصر موجودة في كل كاس عالم وبنسعى الفترة اللي جاء إن شاء الله أن يكون منتخب مصر يعني يتخطى شوية هذه المرحلة صحيح ويوصل يعني بعد الأدوار الأولى يعني عندنا جيل إن شاء الله الجيل القادم يعني نأمل فيه إن شاء الله يتخطى هذه المرحلة وهو المنتخب المصري في أسوأ أحواله يعني حتى لما بتمر علينا فترات بيبقى في كابوة بيبقى دائما الجمهور مستني منك أنك أنت تفوز وأنك أنت تكسب عارف ورايح أن المنتخب مش أحسن ومش ممكنة بس برضو راح أنت جمهور عارف أنه إحنا راحين ننافس إحنا مش راحين نعمل تمثيل مشارفة كان بالنسبة لي فكرة أنه يقول لو فوزنا ببطولة كاس العرب وفوزنا ببطولة أم أفريقيا وموصلناش كاس العالم لا والله هنبقى الزعلاني يعني أنا مش عارف أنا أشكر حين أنه ممكن يكون التصريح أو خانه التعبير لأنه النهاردة صحح كل الأوضاع يعني النهاردة قال مين قال أننا مش هننافس على بطولة كاس العرب وده تصريح من ضمن التصريحاته النهاردة وقال إنها فترة تحضرية لكاس أمم أفريقيا وفترة تحضرية للمبناطي كاس العالم وبالتالي الراجل يعني ممكن يكون بس خانه التعبير في الوقت ده أو التصريح في الوقت ده أنا شايف أنه وأعتقد أنه أنت معايا في الموضوع ده أو أنا دايما بقول أنه أنت لازم لما يكون في عندك قناعات بمدير فني وخلاص الديته المسئولية دي سيبه يشتغل دي وجهة نظري مش مختلفين خالص سيبه يشتغل سيبه يشوف دوره يشوف ادي له كامل الحرية وفار له كل الإمكانيات ابعد عنه كل العراقيل وسيبه يشتغل وفي النهاية فيه محاسبة سواء نجح أو فشل وأعتقد أنه ده دور مهم جدا جدا لحد المصري همشي معاك برضو ونحاول نحط بس أو نجاوب على العراقيل